مرسي موطئ قدم في قصر القبة أو قصر الاتحادية وربما في مصر كلها إذ كيف يمكن له أن يواجه شعبه وقد استمرت الحشود الشعبية بالاعتصام في ميادين وساحات مصر احتجاجا على ممارسات الإخوان المسلمين وللمطالبة برحيله مرسي الذي قضى وقتا طويلا في سنة حكمه الأولى والأخير على ما يبدو يسهر لنجدة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته بالحرية والرخاء يحتاج إلى من يسهر لأجله فينقذ ما تبقى من ماء وجهه بعد أن سفحه وكتب نهاية حكمه بيده ويد إخوانه مرسي يتجاهل مطالب شعبه ويرفض بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش والوزراء يستقيلون زرافات ووحدانا وليس أخيرهم وزير الخارجية محمد مرسي ألم تسمع قول الشاب إذا الشعب يوما أراد الحياة؟